هل سيدشن ماكرون قنصولية فرنسية في مدينة الداخلة خلال هذه الزيارة؟ ما حقيقة ما يتم تداوله بهذا أشياء تحديد؟ بدعوة من الملك محمد السادس، سيحل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمغرب في زيارة رسمية بين 28 و 30 أكتوبر الجري بعد مرحلة فوتور عبرت العلاقات بين البلدين ودامت ثلاث سنوات قبل أن تعود المياه إلى مجاريها شهر يوليوز المنصرم بإعلان باريز اعترافها الصريح بسيادة المغرب على صحرائه وإذا كانت عزيز التعاون الاقتصادي بين الريباط وباريز يتصدر جدول أعمال زيارة إيمانويل ماكرون إلى المغرب فإنها قد تحمل الإعلان على خطوات فعلية وملموسة تأكيداً للموقف الفرنسي الدائم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية من قبيل فتح تمتيلية ديبلوماسية فرنسية في إحدى مدن الصحراء المغربية تتويجاً لخطوة دعم مقترح الحكم الداتي في إطار السيادة المغربية كحل دائم ومعقول وواقعي للملف العالق منذ عقود عزيز ما الذي جعل هذه الزيارة ممكنة الآن بعد فترة فتور طويلة؟ صحيح حكيم كما قلت فترة فتور هذه الفترة دامت ثلاث سنوات على الأقل أسباب الجفاء كانت عديدة المغرب اشتكى من عدة أشياء من بينها منذ 2021 حديث عدة وسائل إعلام فرنسية بالإضافة إلى منظمات حقوقية عن موضوع برنامج التجسس بيغازيوس التي قالت أن الرباط استعملته ضد معارضين المغاربة بالإضافة إلى السياسيين بفرنسا وحتى تحدثوا عن إيمانوين مكهون أن ذاكوة الإليزي لم يؤكد هذا الاختراق ملف التأشيرات التي قلصته فرنسا تجاه المغرب الجزائر وتونس وكان ذلك حسب باريس لعدم تعاون هذه الدول في مجال الهجرة الغير الشرعية ثم كثرت هذه الأزمة أو يمكن أن تقول أنها تعمقت أكثر خلال زلزال الحوز العام الماضي بمنطقة الحوز جانب مراكوش لم يستعين المغرب أنذاك بفرنسا رفض ما اقترحته واختار الرئيس الفرنسي أن يوجه رسالة فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة للشعب المغربي وهو خلاف ما يحدث في العراف الدولية لكن أهم ملف الذي عقد الأمور بين البلدين هو ملف الصحراء لا سيما بعد اعتراف الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب بالألفين وعشرين اعترافها بالسيادة المغربية على هذه المنطقة وكان المغرب ينتظر من فرنسا الحليف التاريخي أن تقوم بنفس الشيء لكن تعصر ذلك بالألفين وعشرين لاحظنا هذا القرار التاريخي من طرف مدريد حيث أن إسبانيا خرجت عن حيادها بخصوص الصحراء الغربية واعترفت بسيادة المغربية تلاتها برلين بعد ذلك لكن أخذ الأمر سنتين في فرنسا حتى يصل إيمانيول ماكرون إلى الرسالة التي بعث بها بالصيف الماضي التي أعادت الدفل للعلاقات بين البلدين وأذكر منها جملة قال حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يتجليان ضمن إطار السيادة المغربية هذه الكلمات هي التي أعادت الدفل منذ بداية هذا العام جاءت لتتوج كل جهود التي قام بها العديد من الوزراء الذين زاروا المغرب في هذه الفترة وجاءت الدعوة في سبتمبر لهذه الزيارة والزيارة ستكون يوم بداية من يوم الأثنين المقبل هل اتضح برنامج هذه الزيارة عزيزة؟ قصر الإليزي أعطانا اليوم العديد من التفاصيل بخصوص هذه الزيارة ثلاثة أيام فقط يعني زيارة قصيرة تبقى في مدينة الرباط في العاصمة الرباط لكن ما أكد عليه مستشارو إيمانيول ماكرون وأنها تهدف إلى إرساء الشراكة بين البلدين تهدف كذلك إلى تأكيد هذا الموقف الفرنسي بشأن موضوع صحراء الغربية لكن تحدثوا كثيرا عن شيء جديد عن العقود المقبلة الثلاثين سنة المقبلة والتأكيد على العمل مع الأجيال الجديدة فرصة هي لتذكير أول مستطمر أجنبي في المغرب هي المصدر الأول للعائدات السياحية هناك ما لا يقل عن ألف شركة فرنسية موجودة بالمغرب وتوفر 150 ألف وظيفة مباشرة للمغاربة بتالي العلاقة الاقتصادية مهمة جدا العلاقة الاستخباراتية مهمة جدا ويعتبر المغرب باب الدخول إلى أفريقيا بالنسبة لفرنسا التي تعقدت أمورها مع الدول الأفريقية مؤخرا بالإضافة إلى ميادين مثل البونى التحتية المناخ الطاقات المتجددة والتربية والتعليم كلها ميادين سوف يتم فيها توقيع العديد من الشراكات هناك ما لا يقل عن 150 شخص سوف يرافق الرئيس الفرنسي وبالإضافة إلى القمة التي ستجمع قمة ثنائية بين العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الفرنسي هناك لقاء له برئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين وفي اليوم الثاني من الزيارة سوف يلقي الرئيس الفرنسي كلمة أمام البرلمان المغربي بغرفته هذا في اليوم الثاني قبل أن ينهي الزيارة بلقاء لممثلين عن أعضاء الجالية الفرنسية أذكر فقط للختام أن الجالية تعتبر تاسع أكبر جالية فرنسية في العالم لا يقل عن 53 ألف مواطن فرنسي عزيزة هل سيدشين ماكرون قنصلية فرنسية في مدينة الداخلة خلال هذه الزيارة ما حقيقة ما يتم تداوله بهذا أشياء التحديد هذا السؤال مهم لأن الكل يقول إذا كانت فرنسا مثل إسبانيا ومثل ألمانيا اعترفت بسيادة مغربية على الصحراء وعلى الأقل الموقف المغربي الذي يطلب بالحكم الذاتي تحت سيادة مغربية فهل ستفتح قنصلية الجواب لا ليس في هذه الزيارة على الأقل لكن يضيف كل من تحدثنا إليه بقصر الإليزي والفريق العامل مع إيماني والماكرون أن هذه الزيارة مرة أخرى سوف تؤكد على الموقف الفرنسي الذي تغير بمئة أو ثمانين درجة بخصوص هذا الملف لكن يضيفون أن فرنسا إذا لم تفتح قنصلية على الأقل حتى الآن مستعدة لدعم التنمية الاقتصادية في هذه المناطق في منطقة الصحراء الغربية وفي كل المناطق منها الداخل العيون إلى غيرها لصالح السكان المحليين ماذا تعني هذه الجملة؟ تؤكد باريس أنها تريد أن تستثمر في هذه المنطقة وهذا شيء جديد لكن تؤكد كذلك أن ذلك سيتم بما يتوافق مع القانون الدولي والقانون الدولي ماذا يقول؟ نقطة ثانية فقط ينص على أن يتم أي استثمار في المنطقة لصالح السكان المعنيين وكذلك بموافقة السكان المعنيين بالتالي هذا ما تقوله اليوم فرنسا تدخل من الباب الاقتصادي عوض أن تؤكد الباب الدبلوماسي على الأقل وإن كانت مرة أخرى تعترف بأن المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت سيادة مغربية هو الحل الوحيد لموضوع الصحراء الغربية زيارة ماكرون إلى المغرب التي تتزامن مع قرب نعيقاد مجلس الأمن لجلسة حول قضية الصحراء ستشكل فرصة استراتيجية لكل البلدين لتجاوز الخلافات والتأكيد على شركتهم التاريخية لكنها ستتير من جديد حنق الجارة الشرقية للمملكة الجزائر التي ترى في التقارب المغربية الفرنسية تهديدا لمصالحها وفضلا عن حمولته السياسية التقيلة كون فرنسا العضو الأوروبي الوحيد في مجلس الأمن المتمتع بحق الفيتو فإن من شأن اتخاذ الدولة العميقة في فرنسا قرار يقضي بفتح قنصلية في الداخل أو العيون أن يخلص المواطنين الفرنسيين القاطنين في جنوب المغرب من عناء التنقل إلى مدينة أجادير لقضاء أغراضهم الإدارية اشتركوا في القناة